موسيقى الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا وبعد أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من الأمور المهمة التي يجب أن نذكر بها ما يتعلق بصلاة الفجر هذه الفريضة التي ضيعها كثير من الناس والتي لا يعرفها كثير من الأمة وكثير من المسلمين في أوقاتنا هذه إلا في الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك يعني إذا دخل الشهر ترى من كان يتغافل عن هذه الفريضة يصلي إما بداع الحياة أو لأنه هو جالس ومستيقظ لأنه تناول السحور وهكذا أيها الإخوة الله عز وجل امتدح هذه الصلاة فقال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ورد عن بعض المفسرين أن المقصود بقرآن الفجر صلاة الفجر والطبري ذكر في تفسيره أن المقصود القرآن الذي يقرأ في صلاة الفجر لأننا نعلم أنه من السنة الإطالة في صلاة الفجر لأنه وقت النفوس فيه منفتحة والعقول لم تحمل بعد أعباء الدنيا وما فيها فترى القلوب والنفوس صافية فلذلك يعني الإطالة فيها من أجل أن الإنسان يستمتع بحلاوة هذا الوقت وهذه الصلاة وهذه الأجواء الإيمانية قرآن الفجر حتى أن الطبري ذكر عن نحوي البصرة أنهم قالوا ونصب وقرآن الفجر وقرآن الفجر قالوا للإغراء فكأنه يقول وعليك بقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إخواني كم منا من ضيع هذا الوقت وهذه الفريضة أيام السنة في التقويم الهجري هي ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما كم صلينا من هذه الأيام هل حاسبنا أنفسنا ووجهنا لأنفسنا سؤالا كم صلينا مع العلم أن هذا الوقت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تجتمع فيه ملائكة الليل وملائكة النهار ملائكة الليل وملائكة النهار ومن ثم الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح قال ركعتاء الفجر تعدل الدنيا وما فيها والمقصود بها سنة الفجر فإذا كانت السنة تعدل الدنيا وما فيها فكيف بالفريضة من صلى الفجر كان في ذمة الله من صلى البردين دخل الجنة والأحاديث في هذا الباب كثيرة ولكن ألا تعلم أيها الأخ ألا تعلمي أيها الأخت يا من ضيعتم صلاة الفجر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس صلاة أثقل على المنافق من صلاة العشاء والفجر ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوى هل استوعبنا خطورة ضياع هذه الفريضة أو تضييع هذه الفريضة ألا ترجو أن تكون من من تشهد لهم ملائكة الليل وملائكة النهار وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا علينا أن نحاسب أنفسنا من أجل أن نحافظ على صلاتنا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا نسأل الله العظيم أن يجعلنا من المحافظين على الصلوات والخاشعين فيها إنه نعم المولى والقادر على ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر